هو ليس الأمر كذلك بشكل دقيق أستنبه لكن حتى منذ فترة طويلة قبل أن يتم الوصول إلى اتفاق جينيف وبدأ أعمال حكومة سيدة بيبة التي كانت من المفترض أن تكون حكومة وحدة وطنية لكل الليبيين ووفقا للمبادرة التي انطلقت بداية من سيد رئيس مجلس نواب مستشار عقيلة صالح ثم إعلان القاهرة ثم اتفاق جينيف كان الجميع يعني يوصي بضرورة أن يكون المقر للحكومة وكذلك المجلس الرئاسي من مدينة سرط لسبب بعد هذه المؤسسات السيادية عن سلطة الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس لأن كون العاصمة طرابلس بها أجهزة الدولة الرئيسية والهامة والسيادية أصبحت تمتهن الميليشيات المسلحة الضغط وكذلك السيطرة على كل الحكومات التي مرت على البلاد كلها وقعت تحت تأثير هذه القوى المسلحة وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم فبالتالي عمل الحكومة من مدينة سرط سوف يبعد حكومة سيد باش آغا على أن تكون تحت سيطرة الميليشيات حتى فترة حكومة دبيبة كان من المفترض أو من أنه توقع وكان يعمل الليبيين أن تكون من مدينة سرط لتتخلص من هذه الويصاية للميليشيات المسلحة ولكي تستطيع أيضا حتى عمل أي شيء في مسألة حالة الميليشيات المسلحة وإعادة تنظيمها وتنسيبها للأجهزة الأمنية بشكل صحيح تبتعد من سيطرة الميليشيات لكن ربما من جانب آخر هي تقترب من خطر التنظيمات الإرهابية وداعش تحديدا مواطنون سيد عبدالله بليحق في الأيام القليلة الماضية رصدوا تحركات لعناصر داعشية إرهابية في تلك المنطقة القريبة من سرط وقالوا بأن عناصر من داعش نصبوا كماء على الطرق التي يتلقل عليها المواطنون وكان هناك استجواب للمواطنين من قبل عناصر التنظيم ألا تخشون على الحكومة وعملها من سرط أن تكون قريبة من هجمات داعش وأنتم أيضا سوف تذهبون إلى سرط كبرلمان لعاقد جلسة هناك ألا تخشون الذهاب إلى سرط في هذه الفترة؟ لا أستاذ نبيل شبح عودة داعش لمدينة سرط هو بعيد مدينة سرط مؤمنة بشكل كامل عقد فيها مجلس نواب جلسة في العام الماضي ومنح ثقة لحكومة سيدة بيبة الأمور الأمنية وتواجد القوات المسلحة هناك أمر مكتمل بشكل كبير تواجد أيضا لجنة الخمسة زياد خمسة التي بإمكانها أن تضع برنامجا لتأمين الحكومة والمساهمة فيه لكي لا يكون هناك أي لبس في هذا الأمر حول عمل الحكومة فأعتقد بأن السرط مؤمنة بشكل كامل وبإمكان الحكومة أن تعمل بها بالتعاون مع مجموعة الخمسة زياد خمسة إذا ما استأنفت أعمالها وعادت تعمل بالشكل الطبيعي الذي كان قبل أن يؤثر عليها سيدة بيبة في سبيل بقائه أطول فترة ممكنة في الحكومة شكرا للمشاهدة